من سانيتين قلتلك انت نجاحك مش نجاح مبتور ملوش جزور لأ انت في حالة من التواصل والاستكمال كنت فاكرة انها ابتدت من مامتك وباباكي انها مواضح انها من قبل كده ما شاء الله بخلاف هذا وذاك مين ايقرات العدو اللي انت بتبص لهم وتقولي اه دول نموذج من نسبالي انا معجبة بيه طبعا الابطال الولمبيين طبعا شليقان شليقان دي باطلة اولمبية اول عالم اول اولمبيكس اللي لسه لعب معها في شهر اربعة عملت تاني وراها طبعا دي اسطورة يعني عندها 10-600 متر في حاجة ان شاء الله بازن الله مش بعيدة يعني علي وايلين تومسون طبعا في ناس اسماء كتير اوي بس كلهم جامعيكيين امريكان كده يعني هي بطلت العلم بقول حتك عليها دي عندها 36 سنة ومخلفة وعندها بيبي وابتتمرن وشغيل عاديا ده 36 و35 سنة كلهم كبار يعني عندها 25 سنة يعني لسه ان شاء الله قدامي موقت فعش وده كمين حاجة يعني زي ما حدك قلت بتفرق ان انا شايفة طب ما هي يعني مخلفة ومتجاوزة وعندها 36 سنة وعملة افضل ارقامها واول عالم اول اولمبياد فما فيش حاجة اسمها سن كان فاضلتك كاو تبقي معيدة اه بس يعني وقتها بقى كان ع 2019 وكنت انا الحمد لله كان خلاص بس وده كان حلمي على الفكرة برضو طوله 4 سنين بتاعك كلاي بس وقتها يعني كنت وقفة كده قدام قرار ان يعني صاحب بالين كدب بصراحة فاللو انا قدر اعمل اتنين بس كان فاضل سنة على توكيو عشرين عشرين قبل ما طبعا الكورونا تدخل والدنيا تبوز اه ده ده كان بيزود على الاكتئاب بتاعك بقى اه ده ونتي بتعلياتي في الاوضة اه ده وضع حيز كن وضع كده كن وضع كده كن وضع ايه اللي بيحصل لده اه اه دخلينا في لقطة الغرقان اللي كنت فيها دي كنت شافت دنيا سودا ازاي انا انا عملت زي مشاهد التمثيل اه فرجع دهري على الباب وانزل اه بس والله قد بجد والله وهو بقوله انا دي عطخة وعايد هو يشيلني يقوله ما تشيلنيش سامني سبنا نهار برحتي بقى وبعدين كنت بداي مني بس هبعايد تقوله كمان مش عايز نعايد هو كل حاجة علي ولا ايه اه دنيا الدنيا مقفولة لا هو هو شاف مني جامد بقى كل خمس داي خلاص وبعدين هو كمان كان يخرجني كمان يخرجني يعني هو تعب ما يخرجني ويفسحني ويجيبلي هدايا ويأكلني بقى ويجدوا سينما وفشار واكل فشار وفي السينما مبسوطة هما خطوتين ادخل بس العربي اعايد يا بنت ملالا لسه دفع كثير قوي جوه طب اعمل ايه تاني بقى خسائر بس قدرتهم ده ده حاجة عميقة ده مش مجرد زي ليس هو جامد يعني بس ربنا عوضوار الحمدلله اrane اين خلاكت خروجي من الحالة دى يا جسا لما بدأت.. يعني خالص لما بدأت ارجع哈囉 suck بادئت تمرين وبدأت رجليات تتعافة لان ماذا عطلت تبل Bergl¿ ليش بتتعافة فانا لسه في واجعode worked with نفسي فكان كله فلما رجليات تتعافة وبدأت ارجع وبدأت اتمرن وكل الدنيا دي ونزلت 400 متر عملت رقم قياسي في حاجة ما تخصني يعني هو حاجة بر عني فدخلت بسبق جديد وعملت في رقم قياسي فده لا خلاني أرجع سل دكتورة ريم كان إحساسك إيه وانت شايفة بنتك وهي فيبير من الاكتئاب وانعدم الأمل والله هو كان موقف صعب جدا هي كانت محطمة نفسيا أنا كان كل هدفي أنا كأم يعني مش فارق معي الأولمبيات قد ما كان فارق معي أن هي تبقى كويسة بنتك مش فارق معي أن أنت ما تستفريش مش مهم بس أنت تبقى كويسة فده اللي كان فارق معي أنا وكل أسرتها بيستعنتوا بأي حد لايف كوتش حد حد نفساني مع مين مع بسانت مع بسانت مع مين معي مفيش مفيش أي كل المحاولات كانت بتبيق في الفشل يعني كان بيخرجها ويجيب لها حاجات جامدة جدا و جامدة جدا ونفسها فيها جدا ومجرد ما يطلعوا فوق تدخل جوا طاية طب أنا أعملوا إيه تاني يعني أنا أعملوا إيه تاني بس بالكلام وبأنها بقت تصلي أنا متأكدة أنها كانت شهور صعبة جدا وصعبة جدا شهور صعبة جدا مش مجرد إحساس بالانهزام ده هو يعني مهو حلم حياتها كله نهار وبعدين هي أجلت مهو بقى هي دي بقى الكلم مفيش حاجة اسمها حلم حياة نهار بالضبط مفيش حاجة في الدنيا كده هو حلم محققتوش بس في أحلام تانية كتير في الدنيا قدر حققها هو ده بقى الدرس المستفاد من الأستاذة البطلة حقيقي مفيش حاجة اسمها حلمي انهار وكأنه حلم واحد وحيد لما يضيع أنا ضعت ده مش حقيقي خالص صح المجتمع لازم يبص لأصحاب الإنجازات الرياضية وتحديدا الفتيات بقدر من الإكبار بقدر من الاحترام بقدر من الرفعة هما الحقيقة مش بيقوموا بهواية لطيفة بس لا هما سفراء لبلدنا ولدولتنا ولعالمنا ولنا بشكل إنساني الجميع يجب أن يقف احتراما تعظيم سلام للرياضيات المصريات والنهاردة تحديدا الفتيات العداعة المصرية مقافي ولدولتنا مقافي شكرا وشكرا مقافي وشكرا وشكرا اشتركوا في القناة